هل مشروع الاستيطان الإسرائيلي فرض نفسه على الأرض في القدس والضفة الغربية وانتصر على مشروع حل الدولتين؟ أولا بالنسبة لمدينة القدس كما هو معروف تماما أن الاستيطان كان موجودا أو وجد بعد عام 1967 مباشرة بعد أن عقفت إطلاق النار بدأت عملية الاستيطان باعتبار أن القدس ستكون العاصمة بعد توسيعها وبالتالي ما تم في داخل مدينة القدس من الناحية الجغرافية أو الحيز 87% من مساحة القدس التي تم توسيعها بعد 67 تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة سواء كانت المصادرة للمصلحة العامة وتم إقامة 15 مستعمرة بها على مساحة 24 كم مربع لأن الأرقام التي طرحت الآن على الشاشة هي للمصلحة العامة ليست في القدس هي في داخل الضفة الغربية أما في داخل الضفة الغربية فقد استخدم مجموعة من القوانين طبعا كانت المصلحة العامة جزء منها التدريبات العسكرية المحميات الطبيعية أملاك الغائبين أملاك الدولة إلى غير ذلك من الأمور حقيقة ما بدأ في الاستيطان بين عام 1967 حتى 77 كان هناك حزب العمل وبالتالي حزب العمل كان لديه رؤية واضحة القدس عاصمة للدولة دون الرجوع والأغوار باعتبارها منطقة أمنية لكن بعد أن جاء الليكود 1977 بدأت في هنالك سياسة مختلفة تماما ما بين النهر والبحر دولة واحدة دون أن يكون هناك شريك على هذا الأساس بدأ بالاستيطان في كل مكان سواء كان حول المدن أو في فوق الخط الأخضر وبالتالي بدأت حتى تغيير الأسماء من الضفة الغربية ليهودة والسامرة وهذا كانت خروج للسبب الأول كان خروج للمعركة الاجتماعية الموجودة في داخل المجتمع الإسرائيلي حركة الفهود الفهود آنذاك فبالتالي تردروا هذا المشروع إلى داخل الضفة الغربية ثم جاء في الثلاثة وتمانين مشروع الأمر العسكر الخمسين للطرق واللوهي شبكة من الطرق الطولية والعرضية بحيث أنه وصلنا في عام الفتسعمائة وتسعين يعني هناك مشروع شارون الذي نطلق عليه قسم النجوم وهو إقامة مستعمرات في داخل الدولة العبرية فوق الخط الأخضر وفي داخل الضفة الغربية يعني ينهي تماما قضية 242 والعودة إلى مقرب أربع حزينان الآن إذا نظرنا إلى الخارطة بشكل عام يعني إذا نظرت إلى المستوطنات سواء كانت في الأغوار أو في رؤوس الجبال أو في الخط الأخضر نلحظ أن هذه المستعمرات الإسرائيلية المبنية منها والتي تشكل 1.6% من مساحة الضفة الغربية والمخططات هي 6% من مساحة الضفة الغربية لكن توزيع هذه المستعمرات يستحيل ولا من المستحيلات أن تقام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي إذن كل ذلك من خلال مخطط إسرائيل متكامل سيد التفكجي ليس هكذا من قبيل الصدفة أن تقوم إسرائيل بهذه المخططات حتى وأنها تقضم 1.6% فقط من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المخططات تقول 6% لكن إسرائيل تنوي بالفعل عدم الذهاب بالفعل إلى طاولة مفاوضات يطرح فيها حل الدولتين الأرقام كما يلي 1.6% بمعنى مبنية من المستوطنات مبنية تمام فت بالمئة المخططات الهلكلية مناطق نفوذ المخططات هي 60% فبالتالي عشان يكون المستمع الكريم يعرف هذه الأحقام يعني إسرائيل تسيطر على 60% من أراضي الضفة الغربية بالتأكيد فبالتالي عندما أنشأت هذه المستعمرات أنشأتها في مناطق استراتيجية على رؤوس الجبال في مناطق الاستراتيجية مفاتيح الطرق وبالتالي اليوم كما نشاهد في مناطق زعترة اللي هي ما بين نابلس وراملة تغلقها في لحظة ماي الكنتينر في منطقة بيت لحم تغلقها فهي تم سيطرة في شريين على شريين الطرق في داخل الضفة الغربية وأيضا الاستراتيجية الإسرائيلية كاملة ما بين النهر والبحر دولة واحدة أولا في قضية التوسع الاستيطاني الضخم الذي يجري بدءا من منطقة كفر قاسم في داخل 48 حتى منطقة الأغوار ثم منطقة رأي القدس منطقة تل أبيب حتى غور الأردن إذن هذه إذا نظرت إليها ووضعت على خارطة واحدة تشهد أن الجانب الإسرائيلي المخطط الاستراتيجي الواضح وفرض أمر واقع على الأرض حتى عندما دخل عملية السلام في تلك الفترة تكلم أن لا يوجد دولة فلسطينية بل تجمعات فلسطينية محاطة بالمسطلطنات والطرق وفيطر عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر